أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد ثلاثة من كبار قادتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في مدينة رفح وذكر بيان لكتائب القسام إن القادة هم محمد أبو شمالة ورائد العطار محمد برهوم مشيرا إلى استشهاد ثلاثة أخرين من في ذات الغارة كما أصفرت عن تدمير مبنى مكون من أربع توابق فيما سعدت المقاومة الفلسطينية من عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل بالتزامن مع استمرار القسف الإسرائيلي على مناطق متفارقة من القطع وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن أكثر من 168 صاروخا وقذيفة تاون أطلقت من غزة باتجاه المواقع العسكرية والمدن الإسرائيلية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في سياق المتصل إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 2049 شهيدا وعشة ألاف ومتين أربع وعشرين جريحا حتى الآن وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي إن سياسة إبادة العائلات مستمرة وآخرها كان استهداف العدوان الصهيوني لأربعة عائلات ليسقط منهم 18 شهيدا فيما تواصل السلطات فتح معبري رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور الجرحة من غزة إلى مصر وإدخال المساعدات المصرية والعربية إلى قطاع غزة وقال مصدر مسؤول في المعبر في تصريحات صحفية له إنه جار التنسيق لإدخال الجرحة من الجانب الفلسطيني إلى مصر مشيرا إلى أن المعبر لم يغلق أبوابه منذ العدوان الإسرائيلية على غزة موسيقى